وفي الاستعدادات الاستباقية أشرت مصادر أمنية وشهود محليين تحركات عسكرية للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق والأردن من جهة طريبيل في محافظة الأنبار وذكرت أن أرتالا عسكرية تجري تحركات في تلك المنطقة منذ يومين فيما يقوم الطيران الأمريكي باستطلاع الجو على مناطق صحراء الأنبار وطريبيل وناحية الوليد والرطبة المصادر أشرت إلى سببين وراء هذه التحركة التعبوية يتمثل الأول برصد متقدم للمسيرات والصواريخ ذات الصلة بالتصعيد الإقليمي فيما الثاني هو منع أي ثغرات يستغلها داعش للتسلل أو تنفيذ عمليات إرهابية في صحراء الأنبار